يا الله يا الله علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك وطيعك دم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد لفيك يا أقرب من الحبل الوريد يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سعد بن عبادة كان سيد الخزرج وكان مشهورا أنه كان شديد الغيرة لدرجة أنه إذا طلق امرأة فإن الناس لا يتزوجونها خوفا من غيرته فلما حكم الله تعالى بأن من اتهم زوجته بالزنا فعليه أن يحضر أربعة شهود قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بحد السيف فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتعجبون من غيرتي سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن نعم ربنا تعالى يغار على عبده أن يقع في المحرمات ولا يحب له ذلك وعلى العبد أن يعرف ماذا عليه أن يعمل في مثل هذه الحال فكيف تتعامل مع الله إذا غار عليه أولا افرح أن الله تعالى يغار عليك لأنه سبحانه إذا غار عليك من فعل شيء من المحرمات فهذا دليل على أنه يريد قربك منه ويريدك أن تعود إليه وأن لا تذهب إلى هذا المحرم يقول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله أكبر ما ألطف الله بعباده فإذا وجد الإنسان إلها يعتني به ويحفظه ويغار عليه من المحرمات فسوف يحس هذا العد بقربه وسيحبه أكثر ولا شك لأنه سبحانه لن يغار عليك إلا من الأشياء التي فيها مضرتك لن يغار عليك إلا من الأشياء التي لا تصلح لك ولا تليق بك فافرح بذلك فافرح لأنه يريد منفعتك الأمر الثاني من حسن تعاملك مع الله أن تجعل غيرتك موافقة لغيرة الله تعالى يعني الأشياء التي يغار الله على العباد منها فأنت أيضا تغار عليهم منها والغيرة عند الإنسان يمكن أن تكون فطرية ويمكن أن تكون مكتسبة فبعض الناس يغار على الحرمات فطرة وبعض الناس لكي تصبح الغيرة لله تلقائية عنده فإنه يحتاج إلى أن يعود نفسه على أن تحب ما يحبه الله وأن يعودها بأن الذي لا يحبه الله فأنا لا أحبه عندها سيشعر بالغيرة لله إذا انتهكت حرماته وربنا سبحانه يحب أن يرى قلبك موافقا له وهذا جزء من أعمال القلوب لأن الله تعالى لا يريد فقط أن يعمل جسدك لا بل يريد سبحانه أن يعمل قلبك أيضا أعمال القلوب يعني مثل الحب والرجاء والهيبة والغيرة والحياء من الله هذه أشياء تحركها بقلبك لا بجسدك وللعلم أعمال القلوب أفضل وأعلى وأشرف وأحب إلى الله من أعمال الجسد مع أن كلاهما مطلوب وكلاهما سيحاسبون الله عليه إلا أن أعمال القلوب هذه أعلى أما الخطوة الثالثة في التعامل مع الله تعالى أنه إذا غار سبحانه عليك من شيء فابتعد عن هذا الشيء مطلقا لا يراك الله في مكان لا يحب أن يراك فيه ولا يفتقدنك الله في مكان يحب أن يراك فيه لا تتساهل في هذا فإنه لا يوجد شيء أغير من الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان هناك أحد يخاف من أن يراه والد البنت الفلانية وهو يكلمها فإن الله تعالى أشد غيرة من الوالد على بنته الفرق أن والد البنت أو أخاها قد تختفي عنه أما الرب سبحانه فلا يمكن ذلك أبدا قال تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور حتى الذي في داخل صدرك يعلمه سبحانه وإذا كان الشاب يخشى من ردة فعل أهل الفتاة إذا كلمها أو وعدها فإن الله تعالى أشد بأسا وأشد تنكينا من أهل الفتاة فإن انتقامه لحروماته التي يغار عليها سيكون أصعب قال تعالى إن بطش ربك لشديد وقد حاول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة أن يخبر أمته بذلك وكان يحذر في أكثر من موضع في خطبه ومجالسه من هذا الأمر وكان يخاطبنا صلى الله عليه وآله وسلم خطاب المشفق فيقول يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته فانتبه أخي الكريم انتبه أختي الكريمة لا يأمن الواحد من مكر الله قال تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أنا لن أذكر قصة من قصص السابقين لأدلل على الموضوع لا سأذكر قصة حقيقية حدثت في هذا الزمن قصة حقيقية وقد ذكرت في صحيفة من الصحف العربية ولن أذكر اسمها نشر القصة صاحب القصة بنفسه وطلب من الصحيفة ألا تنشر اسمه ولكن فقط أراد من الناس أن يعتبروا به يقول صاحب القصة كنت في الجامعة وككثير من الشباب لدي علاقات مع الفتيات مرة من المرات تعرفت على بنت وكونت معها علاقة كاملة غير شرعية وظللتها كذا لفترة حتى أنها حملت مني فلما اكتشف أهلها الأمر وأخبرتهم الفتاة عني جاءني أخوها يتهجم علي فقلت له أنا لا أعرف هذه البنت أنظر من أين أتت بهذا الحمل وتركته وذهبت و لأنهم لا يملكون ضدي أي شيء تركوني نسيت أنا الأمر بعد سنوات دخلت المنزل ذات مرة فإذا أمي على الأرض مغشي عليها أحاول أن أوقظها فإذا استيقظت صرخت ثم أغمي عليها مرة أخرى أوقظها مرة ثانية تصرخ وتسقط ثلاث مرات حتى قلت لها أمي ما الذي حدث تصرخ تقول أختك قلت ما بها أختي قالت إنها حامل من ابن الجيران ذهبت إلى ابن الجيران هذا ومسكته و لما بدأت بالتهجم عليه قال كلمة كانت كالسهم الذي اخترق وسط قلبي تدروا ماذا قال قال لي أنا لا أعرف أختك اذهب و انظر من أين أتت بهذا الحمل سبحان الله بالضبط نفس العبارة التي قلتها أنا لأهل البنت الجامعية و الجزاء من جنس العمل ما انتهت القصة يقول تجرعت آلاما نفسية شديدة ثم بعد سنوات قررت أن أتزوج بعد الخطوبة و عقد القران تجهزنا للزفاف في يوم الزفاف أتفاجأ أن عروستي كانت زانية من قبل و هي تقول لي أستر علي سترك الله فقلت في نفسي خلاص يا ربي يكفي يكفي ما أنا فيه يكفي يكفي عقوبة يقول فتجرعت الضربة الثانية و بلعت هذه الغصة بصعوبة و قضيت معها سنوات سنوات و أنجبت منها طفلة كأنها القمر فلما بلغت ست سنوات جاءت البنت تبكي من الشارع ما الذي حدث اغتصبها حارس العمارة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و يمكرون و يمكر الله و الله خير الما كريم أخي الكريم أختي الكريمة لا تقول أن هذا كثير على هذا العاصي لا تلك البنت الجامعي التي بدأ بها في أول قصة كان لها أخ فجع بها فجعل الله له جزاء بأخته نعم و سيكون لها زوج يصعق بها فابتلاه الله بزوجته و كان لها أب تقطع قلبه عليها فابتلاه الله بابنته و الجزاء من جنس العمل فعليه أن يتحمل عاقبة فعله و أما من لم يكن له ذنب فيما حصل له في القصة فهذه ابتلاءات يرفع الله بها عباده و يكفر عن سيئاته و قد طلب صاحب القصة أن تكتب هذه في الصحف ليعتبر الناس بها فهل من مدكر أخواني أخواتي ربنا سبحانه غيور غيور على حرماته سبحانه و ينتقم لها جل في علاه فانتبه أسأل الله تعالى أن يسر عوراتنا و أن يؤمن روعاتنا يا الله يا الله علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطعك دم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا الله يا الله